السلام عليكم وأهلا بكم مسألتش نفسك هي ليه كل الضجة الإعلامية دي من الكيان الصهيوني ومع أمريكا والاتحاد الأوروبي والإخوان علشان تنفيذ صفقة القرن وطوطين أهالي غزة في سينة لو عايز تعرف الإجابة كامل معي الفيديو للآخر وصدقني حتطلع من الحلقة دي إن شاء الله وإنت عندك رؤية شاملة وواضحة عن اللي بيحصل حوالينا واللي إحنا مستهدفين به بالأساس مبدئيا عزيز المشاهد المحترم لازم تعرف إنه ما فيش دولة من غير شعب وبالتالي توطين أهالي غزة في سينة بإخلاء أرضهم للكيان الصهيوني هو تصفية كاملة للقضية الفلسطينية وبخلاف إن هي تصفية للقضية الفلسطينية فهو كمان نقل الحالة الفوضى والإضطرابات وعدم الاستقرار من الأراضي المحتلة لسينة المصرية يعني فلسطين مش هيكون فيها شعب فمش هيكون حاجة اسمها فلسطين بعد كده الأهم إننا حنريح إسرائيل ونرازي مصر ونطبق المثل الشهير اللي بيقول واحد يقتل كريمة والتاني يلبس الجريمة يعني بتهجير الغزوية لسينة تبقى دولة الكيان رسميا خالية من أي مخاطر مفيش كده أي المستوطنين يبقوا مرتاحين والاستثمارات الأجنبية تبقى مرتاحة والمشاريع التجارية تبقى مرتاحة بس هي علاقة ده ببعض الدول العربية والأوروبية وأمريكا والإخوان كمان بص يا سيدي خلال اجتماع مجموعة العشرين الأخير بالهند تم الإعلان عن مخطط لمشروع الخط التجاري الخاص بالهند أوروبا واللي هنمفروض أن يربط الهند بالاتحاد الأوروبي من خلال المرور بالإمارات والسعودية والأردن ومن ثم إلى الكيان الصهيوني وبالقرب من قطاع غزة ثم إلى البحر المتوسط في أوروبا وبالطبع وجود أهالي غزة أصحاب الأرض المحتلة ووجود المقاومة والإضطرابات من وقت للتاني ده أكيد حيعطل تنفيذ أي مشروع في المنطقة دي ده بالإضافة لغربة أمريكا والكيان الصهيوني في القضاء على هيمنة مصر الجيوسياسية الحالية والغير مسبوقة واللي بدأت تتعاصم في الفترة الأخيرة واللي نتجت من القضاء على الإرهاب وتصارع وطيرة العمل في تعمير سيناء والامتيازات اللوجستية الهائلة اللي بتجهزها مصر واللي حتعزز قدرة قناة السويس والمناطق الاقتصادية المحيطة بيها من السكك الحديدية والطرق والمواني واللي تم تطويرها زي مينة العريش ومينة نوابع ومينة طابة وخط سكك الحديد الطريق السحلي اللي هو من الغرداءة الإسكندرية أو من العين السخنة الإسكندرية اللي هو خط العالمين يعني وخط طابة العريش بالإضافة كمان للأمن والسيادة المصرية اللي هي حجر الأساس لأي قوة أو هيمنة جيوسياسية المصر ومع وجود قناة السويس الأتيمة والجديدة والمنطقة الاقتصادية الحرة المحيطة بيهم والعاصمة الإدارية ومدينة العالمين الجديدة والمناطق اللوجستية اللي في قلب سينة ومخطة تعمير سينة وتوطين 8 مليون مصر فيها وتعديل اتفاقية كان بديفيد وتواجد الجيش المصري الكثافة في كل قطاعات شبه الجزيرة المصرية من هنا نفهم السبب وراء الحاح إسرائيل وأذرعها في الداخل والخارج لإشعال فتيل التخلص نهائيا من غزة ومن سكان غزة وصنعت اضطرابات أمنية داخلية وخلق مناخ طارد للاستثمار في مصر وتفاقم الوضع الاقتصادي أكتر وأكتر وطبعا حتتأثر العلاقات الدبلوماسية الخارجية بالسلب وده حيؤدي في النهاية لإضعاف موقف مصر الدولي في مقابل دولة الكيان ومشاريع دولة الكيان ومع الضغوط الدولية والإقليمية ومنع الاستثمارات الخارجية عن مصر وسحب جزء كمان من الاستثمارات الموجودة بالفعل داخل مصر وده اللي بيدغط بقوة على سعر صرف العملة المحلية اللي بينخفض يوم بعد يوم مع وجود عروض مغرية جدا بسدد ديون مصر ودخل استثمارات جديدة مقابل قبول توطين سكان غزة في سينة وبالتالي هنا ينجح الكيان فترحلهم وتهجيرهم مجموعات ورى مجموعات لمصر وإنهاء التهديد الأمني لإسرائيل ومشاريع إسرائيل المستقبلية ولكن في نفس الوقت تشتعل الأوضاع الأمنية فين في مصر وتحديدا في سينة اللي يدوب لسه بنحتفل بالقضاء فيها على الإرهاب فترجع مصر علشان تخوض معركة جديدة ضد النازحين الجدد واللي هيكونوا من كل شكل ولون وحيكون بينهم طبعا الحمسوية والدواعش والجهادية وغيرهم من كل التصنيفات التي لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى فترجع بقى تنشغل مصر بمرقبة الأوضاع في أراضيها وتاخد سنين علشان تفرد الأمن والأمان من جديد في سينة واللي حتتحول لبقرة للكفاح المسلح الفلسطيني ضد العدو الصهيوني بس المرة دي العدو الصهيوني حيكون مرتاح وحطت في بطنه بطي خصيفي لأن اللي لازم يواجه البقرة دي والنشاط المسلح دا دلوقتي هي مصر مش إسرائيل لأن النشاط دلوقتي حيبقى على أرض مصرية فلازم مصر هي اللي تجابه علشان تستعيد الأمن والأمان والاستقرار في شبه جزيرة سينة يعني سينة حتتحول من أرض خالية تماما من الإرهاب بعد تعب سنين وتضحيات من الجيش والشرطة والشعب لأرض حيتم الترويج لها مرة تانية بإنها مأوى للإرهابيين وبالتالي يتوقف تعمير سينة لفترة طويلة وتتعطل كل المشاريع التنموية واللوجستية فيها ناهيك عن تأثر السياحة في جنوب سينة لأنك ما تضمنش الفصائل اللي حتتوطن عندك دي حيكون إيه أهدافها يكون من ضمن أهدافها ضرب قناة السويس وضرب السياحة المصرية بلد فيها إرهاب طبيعي إن ما بيدخلهاش الاستطمار مهورس المالجبان مش كده ولا أنا غلطان وخلي بالك إنه مرتزقة الحوثي كمان بيسهموا في تنفيذ المخطط ده مخطط تهجير سكان غزة لسينة عن طريق تنفيذهم للأوامر الإيرانية اللي بتخدم مخطط الكيان السويوني بضرب السفن المغة في مضيق باب المندب واللي مش بتضغر غير بقناة السويس بالمناسبة لأنه في الأساس الكيان معظم تجارته ومعظم مساعداته الدولية أو الإقليمية بتجيله عن طريق البحر المتوسط مش بتجيله عن طريق البحر الأحمر وبالتالي الأمريكان يكونوا أخذوا الضوء الأخضر علشان ينفزوا مخططهم في إشعال ضجة إعلامية بإن البحر الأحمر مش آمن مع القيام بضربات تمثيلية زي اللي حصل كده ما لهاش أي تأثير على أرض الواقع وبالتالي تحجم السفن عن المغور بالبحر الأحمر وتتحول لطريق رأس رجاء الصالح وبناء عالية تم غلق قناة السويس إما كليا أو جزئيا وتتجه الشركات العالمية نحو الاستثمار بسرعة في مشروع الهند وأوروبا اللي بيعتمد بشكل رئيسي على ضمار غزة وتفضيطها من أهلها وسكانها وإغلاق قناة السويس وتكون أمريكا كده حققت هدفها في تقويض مصر اقتصاديا للأبد وحققت حلمها في القضاء على أهم ممر ملاحي في العالم بأياد الإسلامويين بس خليك فاكر يا مصري إن بلدك عندها قدرات عالية جدا وغير متوقعة تقدر من خلالها وقت استخدامها إنها تغضع بيها أعداءها وخليك فاكر برضو إن لعبة السياسة محتاجة لهدوء أعصاب رهيب وإن أمريكا والكيان عندهم غرور قاتل أو نقدر نقول إنهم مصابين بجنون العظمة الشديد جدا واللي هيخليهم يدمروا نفسهم بنفسهم هم كل اللي عايزينه إن مصر تتحرك أولا علشان تتحد معاهم كل جيوش العالم ولكن هيهات فمصر غرم الصعاب نصب الفخ بإحكام وبتستنى الفريسة إنها تدخل فيه مصر أعلنتها أكتر من مرة وفي عدة مناسبات مختلفة إن الأمن القوم المصري خط أحمر ولن يمس فأرجو من كل مواطن مصري شريف بإنه يقوم بنشر الوعي وشرح المؤامرة لإنه في كتير للأسف ما يعرفوش التفاصيل دي ولا حاسين بحجم المخططات اللي إحنا بنحاربها من 13 سنة وأكتر وفاكرين إن المشاكل الاقتصادية اللي بنواجهها ناتجة بس عن مجرد فشل إداري ده أنت كمان بتلاقيهم بكل سزاجة بيطالبوا مصر بإنها تتدخل وتحارب لوحدها عايزين مصر هي اللي تدخل الفخ برجليها ويقولك إزاي مصر تسيب إسرائيل تعمل كل ده في غزة وفي أهل غزة وفين الجيش المصري؟ ونسيوا إن تحريق فلسطين هو واجب على كافة العرب والمسلمين ومش واجب على مصر بس بالمناسبة فياريت تفهموهم إن الجيش المصري ورجالة مصر وسقور مصر مهمتهم الأساسية والأولى هي حماية سيادة حدودنا والحفاظ على أمننا القومي وتعزيز مصالحنا الاقتصادية والاستراتيجية والجيوسياسية قبل أي شيء وطول ما مصر بتتحارب فمستحيل إن هي تتفرر لأي حرب جانبية مهما كانت أهميتها وإلا كنا حاربنا في السودان ومن قبلها في ليبيا ومن قبلهم في إثيوبيا مهدي برضو معارج جانبية أنت المقصود بيها زي غزة بالزبط ولو عايزين الجيش المصري يتحرك باتجاه فلسطين علشان يحررها فياريت بس لازم ساعتها يكون تحرك عربي جماعي من كل الدول العربية بلا استثناء والكل يساهم بقواته وبأموال بالإضافة طبعا لتركيا والإيران اللي هم أكبر دولتين في العالم بتجرب القضية الفلسطينية وشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة